حلقة اليوم سنتعلم مع بعض كيف نتبع من الموبايل على الوجهين يدويا في التابع Canon MF 3010 أو Canon MF 3010 وطبعا هذا البرينتر ليس لديه خاصية اتباع من الموبايل أصلا ولا فيها خاصية اتباع على الوجهين أوتوماتي لكن حلقة اليوم سنتعلم كيف نتبع من الموبايل وكما سنتعلم كيف نتبع على الوجهين يدويا لازم يكون عندك علم أن خطوات اليوم خاصة لأنظمة الأندرويد فقط يعني لو انت معك ايفون فلالأسف هذه الخطوات ليس ستنجح معك وكما تروني انا مركب بوصلة O2G تستطيع تجلبها من أي مكان يبيع اكسسوارات ومستلزمات موبايل ومركب فيه كابل USB والطرف الذي رايح للكمبيوتر أو اللابتوب وكما تروني بالطريقة دي كده ومدخل الكابل USB الثاني شابك بالطابعة بالطريقة دي كده نصيحة مني وانت راح تشتري وصلة O2G تمام؟ ستذهب لمحل الموبايلات عادي جدا لان ممكن ما تلاقيش وصلة تشتغل مع موبايلات ممكن تبقى شغال مع موبايل تاني بسبب موبايلات لأ وده حصل معي في كذا مرة تمام؟ ستأخذ معك فلاشة وتركب وتقول للرجاء اللي اريد اشتري وصلة O2G وجربها عند المحل بالضبط وانت هو المحل والتي تشتغل معك في الفلاشة يبقى كده من لون في المية هتشتغل معك في الخطوات دي اما لو ما شغيتش معك فحاوة تشوف وصلة تانية وده الوقت هنروح للموبايلات ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فى يلا بنا اول حاجة هنعملها هنروح للبلي ستور او الاب ستور اللي موجود في موبايلات تمام كده؟ ونكتب في البحث كلمة نوكو كده اهو بالطريقة دي كده ثم نختار سيرش ثم هتلاقي البرنامج قدامك اهو هنختار تزبيد ثم ننتظر لحد من البرنامج يثبت معنا ولازم تبع عارف ان البرنامج ده مش مجاني لكن هو شبه مجاني ازاي بوحميد؟ يعني هو ليس سيطلب منك اي فلوس وهتطبع عادي جدا جدا لكن في وسط كل طبعه سيظهر لك اعلان لكن هذا البرنامج ده مش تجريبي او حيبه مقفول لذا البرنامج ده هتقدر تطبع بكل سولة لكن كل طبعه سيظهر لك اعلان تقدر تقفله عادي جدا واتكمل تطبعه ولو حبيت تشتريه فهو تمن ومش غالي اول تقدر تشتريه بكل سولة وبعد ما البرنامج ثبت معنا لنفتحه عادي خالص هنرجع للاعادات عندك اللي موجودة في الموبايل اخشها عادي جدا وعمل في السرش هنا وحكت فيها O2G اهي بيترقي كده وهنختار الاختيار ده تمام؟ طبعا الاختيار اللي بنور قدامك ده لازم تمام انفعله بالطريقة ده فدلوقتي هنبدأ نركب وصلة O2G بالكابل في مدخل شاحن الموبايل اهي بيترقي كده هيجيلك الرسالة اللي قدامك ده هنختار صح هنا كده ونختار موافق هيحول لك للبرنامج عادي جدا وهيزهر لك البرنتر قدامك بالطريقة ده Canon MF310 هختارها عادي جدا كده بيقول لك تتم المعالجة اهي تم تثبيت التعبع بنجاة هنختار موافق لازم يزهر لك اعلان زي ما وضحت لكم تمام؟ انا ننتظر لحد من الاعلان اللي انتهي او نقفله من الاكسل اللي فوق ده هنظهر لك تاني بتقدر تقفله طبعا لو الاعلانات دي مزاولك تقدر تشري برنامج بمقابل ثم نختار السماح طب دلوقتي ازاي نطبع على الوجهين الموضوع بسيط جدا هنقفل البرنامج ده مش محتاجين في اي حاجة تمام؟ هنختار دلوقتي حالا الملف المكون من اكتر من ورقة لكي نطبع على الوجهين يدوية وعلى سبيل المثال الملف اللي قدامي ده اختاره كده تمام؟ او اعمل واحد اثنين تياتا اربعة لحد عشرة عشان نعرف ازاي نطبع على الوجهين يدوية وخطوات الطبعة واحدة حم مشاركة او شير اختار ارسال نسخة تمام كده؟ هنزل تحت واختار برنامج نوكو برينت اللي انا نزلته او سببته او هوا ده او زي من شايفين بيقول لك واحد من عشرة يعني عشرة اوراق اهم زي من شايفين كده من واحد لحد عشرة لو انت دلوقتي اضغطت على اختيار طبعة يبقى انت تتبع الاوراق دي ورقة ورقة منفردة مش على الوجهين طب دلوقتي انا عايز اتبع الوجهين هنختار الترسال الفودا كده بالطريقة دي كده هننزل على رابع اختيار اسمه الطباع على الوجهين بالطريقة دي كده ونختار عمل يدوي ثم هنحدد الاختيار على الجوانب الامامية بالطريقة دي كده ونختار موافق هتلاحظ انها تحولت بات واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة تمام؟ بات كده بالطريقة دي كده ثم هنختار تبعه ثم هنختار تبعه او زي ما نرى البرنتر اخذ امر تبعه من الموبايل نجد الوراء الاولى رقم واحد هنصبها زي ما هي كده في المكان ده هنماشي هتطلعه كده ايه خلقت لنا واحد تلاتة تمام؟ خمسة سبعة تسعة ايه بات طريقة دي كده عاوزين دلوقتي نحط الارقام الزوجية او نضبع عمتا على الظهر تمام؟ هنمسك الورقة دي زي ما هي كده يبقى رقم واحد دي مش تبقى فوق هتبقى تحت كده اهيت ثم يليها رقم تلاتة اهي ثم خمسة كده هتطلعه كده هتطلعه كده كلهم اهي سبعة اهي تسعة اهي يعني الورقة الاخيرة هتبقى قدامك كده ثم هنقلي بعض الظهرها كده ودلوقتي الظهر الابيض يبقى عاليه تمام؟ والكلام للأسفل ونمسك الورقة كده ونضع في الدرجة كده اهو بالطريقة دي كده اهو بالطريقة دي كده تمام؟ ثم هنروح لبرنامج نوكوبران تمام؟ كده طبعنا ايه الجوانب الامامية دلوقتي عايزين نتبع على الظهر تمام؟ هنختار الترس عادي جدا كده ونختار رابع خطورة كده ودلوقتي هتحددها على الجوانب الخلفية اهي بالطريقة دي كده ثم هنختار موافق اهي بقى دي اتنين اربعة ستة تمانية لحد عشر ثم هنختار اطباعه وزي ما نشاهدين البرنتل اخذ امر اطباعه من الموايل اهدي الورقة الاولى ووراها الورقة التانية الورقة التالتة ووراها الورقة الرابعة الورقة الخامسة هي ووراها الورقة الستة الورقة السابعة ووراها الورقة التامنة وده الورقة التاسعة هي ووراها الورقة العشرة كده عرفنا ازاي نطبع الوجهين يدويا بكل سهولة ودلوقتي فيه خطوة تانية تقدر من خلالها انك تطبع الوجهين يدويا هذه كانت الخطوة الاولى وتعالى نشاهده مع بعض الخطوة التانية هنأتي هنا على نفس الملف بالزبط ونختار التلسدية ثم نختار الصفحات التانية ونختار الفردية تمام؟ ونختار موافق كده بلق ستطبع الورقة فردية واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة تمام؟ ثم نختار الصفحات 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 ونختار الصفحات الزوجية موافق حتى تحولت إلى 2،4،6،8،11 ثم نختار طبعه كف نختار الصفحات حصل شفط البعض واحد ثم نختار الصفحة ثم نختار الصفحة ثم نختار الصفحة خمسةصفotch وهذه ستة وهذه سبعة وهذه ثمانية وهذه دسعة وهذه عشر الآن يكون قدام خطوتين اتباع الواجهين يدوياً تقدر تختار أنهي أسهل بالنسبة لك فيهم طبعاً أنا سأجاب لك رابط تحت الفيديو بخانية الوصف هذا الرابط لمجرد أن تتطع عليه وهو عن خطوات اتباع من الموبايل على الطابعة Canon MF3010 بكل سهولة وبكده انتهينا من موضوع حالة اليوم أتمنى أن نعجبكم أتمنى أن الموضوع يكون نعجبكم ومنتظر أي استفسار لكم بخصوص طبيعات Canon كان معكم أحمد السيد من قناة Canon بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته